سلام لبنات اهلا وسهلا من جديد اليوم ان شاء الله جيت بنتقسم معكم واحدة الطابلوية كنصيبهم بيدي ومدام بدوك الطابلوية عندي مفكيني في الصالون قلت ان نصور لكم تال الصالون ديالي لفق نترا ومرحبا بكم عندي انتما لبنات احنا كنشوفو دخلنا للصالون هالطابلوة البنات غنوريهم لكم ان شاء الله معا معا شي ضويرة في الصالون هنسو ما كتشوفو عندي هنا طبيلة عندي هاد لانابة البنات منبس بالعقيق هنا عندي في الكوان البنات حتى واحد الحاميل ديال المصحف الكريم هوا انوريه ليكم ايجي زوين محطوط هنايا كيبقى المصحف مقر ليجا عندي وبغاي قرار القرآن او لحنا بغينا نقرأ وكأنج بدوك نقرأ وكاردوه البليستو كيبقى مقر ونقي وهدا البنات هو الطابلو اللي قلت لكم هدا انا مصيبا فيه بيت ديال البنات مخدوم في ديكشي ديال الارتيزانة ديال المرأة امازيغية نك اللحظو هنا عندنا الخلاخال وعندنا طواناق وعندنا العقيق واللوبان عندنا دوك الخميسات اللي كيكونوا مع اللقين هاو مطواناق شوفوما البنات وعندنا دوك اللي كيكونوا شدين بيهم الشقة يعني التوب اللي كي لبسو هادي البلغة بالموزونا البنات هنا اللوبان بالحمر هدا كي تسمى المرجانة لبنات اللوبان هو اللي بالصفر وعندي البنات هنا يا مويم ديرها واحد المرايا كبيرة وهانتو ما كتشغوا الصالة كاملة نعنصور لكم انفاس مع الصالة عندي طلعة ديال فوق دروج ديال الدوير يلي الفوق انتك الباب ديال الدخلة ديال الدرد الفوقي هنا عندي صالة الدخلانية جيها البنات الكوان ديرها فيها ديك شي ديال الارتزانة ديال اللباس ديال المرأة امازيغية وهنا عندي ما يخص باللاتي بعدا نوريكم وحطا بلو البنات سع الزج هدا البنات سباغ ع الزج انا اللي مصايباه رات تروات ديال البنات كي يجي خارج ديك السباغة كتبان وشوفوا الفاز را كي يجي بحل الحجرة البنات هدا أنا اللي مصايباه إلي عجبكم البنات قولوا هاليا في التعاليق وأنا نخدم معكم هديك التقنية وهدو البنات هاوم اللي بس الرجل الامازيغي شوفوه عنا الرزاء عنا المكحلة عنا الخنجار والكمية والتسبيح شوفوا البنات والشكارة هاية التحت وهدي قد القرطاصة اللي بناتها هي ديال المكحلة والبلغة صفرة كي يجي بطابلوة البنات هائلين أنا صيبتهم بيدي عندهم عندهم تقنية ديالهم والماتاريال ديالهم باش كي يتخدموا لابغيتوا البنات نشاركهم معاكم قولوا هاليا ونعود نخدمهم معاكم هادو بلاطويات عندي حطاهم هنا يا ديال العود وديالزاج مع هاد الفيزان صغير وورين حلوين ودابغ نديروا جولة على الصالة عندي البنات مفرشة بمبرة هاد المبرة البنات في عمرها هات 8 سنين او 9 سنين بقى بحل اللي اللي جات البارح كي ما كان قول دائما المبرة مكتديمو داش دي ما كتبقى وكتصبر وكتجي هموية هادا لانابة البنات هاد عندي بحل بحل الطبالي لانابة نجل الطبال كبار وشوفو البنات ربما نبت بلعقق ليس يجيزوين معنا عندي الامبرة في هالجري والغوظ يعني وزرابي درس هالجري والغوظ ووهدو كلنا بطاهم بالقري شوفو وهذا شوفوه من هنا ciudad كاتبالي لكم الطالج من الاستراجة بذول لازنقة ومع شترجم الدخول من السالة الآخر واندي ديك المرايا كبيرة لابنات في الصدار ديال الصالة أصلاً رصام رسم البسطوي فوق واحد الكومودة فنان ديالنا الرحمة رحمه مسكين وهذا انتما البنات كتشوفوا من هنا كتبليكم الصالة الشكل ديالها أنا كنتم بغين نتقاسم معاكم مغيطة بلويات ولكنني جابتها مني جد جد قلت ارا نوريكم هنا عندي الشرجم ديال الزنق على البنات ماشي ديال الصالة ديال وسط الداء ديال كولوار دياله في هاد الفيل وهاد المحبقات بحالا كدا وهاد العودة البنات اللي تاوا الولدي اللي كان نحتو نتشارك معاكم الوصفات وانتشارك معاكم بزاف تحويش كان عرفهم من ضمن هما البنات هاد شي ديال الرسم اللي كان دير وهاد شي ديال بحال هاد شي ديال الارتزانة اللي مخدوهم كي جيزوين البنات اللي بغيتون نخدموه معاكم وبحال هاد طابلو البنات اللي فيها اه اه صورة الإخلاص البنات اه 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 انا اللي مصيبه مكتوبة فوق المرايه البنات وهي بلون دهبي كتجيزوينة بزاف كتطلع اقتصادية مصيبه ببوحديتي يلي عجبكم البنات نخدم معاكم قولوا علي فتاع عليكم نخدم معاكم قولا لي البنات